ليه بقولك انه الحوار الوطني كان مفيد للكل في وقت ما ليس بالبعيد المعارضة بتعود مع بعضها بس والمؤيدين او الموالاء شوف اختار التسمية والمصطلح بيعودوا مع بعضهم بس وبالتالي حصل شكل من اشكال مش التباعد الفكري ما هو كده كده احنا مختلفين فكريا الايديولوجيا مختلفة يعني لكن اصبح فيه ايه طول الوقت التوجس والخيفة والقلق والتوتر والحذر وحاجة من كده وبالتالي كل واحد فينا يصبح بيعمل ايه بقى بينسج نظرياته الخاصة بيه ده بيقول دولوحشين وده بيقول دولوحشين لما الكل وبالمناسبة كتير نسيوا نسيوا كتير مننا من الطرفين مش من طرف واحد من الطرفين نسيوا ان احنا اصلا اصدقاء ورفاق وزملاء وفي من بيننا مشتركات كتير زي ما كنت بيقول على الاقل عشرين خمسة وعشرين سنة شيء محزن جدا بالنسبة لي ده نتكلم على العشرين خمسة وعشرين سنة بيعتبرهم عادي تقريبا نص عمري يعني مهم لما رجعنا تاني نعد على طاولات الحوار الوطني اللي جرى الاول الحذر ونفس التوجس ويبدأ جبل الجليد ده يدوب سنة سنة فيبدأ اللي يحصل انه تاني نقدر نقف على الارضية المشتركة خلق المساحات المشتركة تبقى الاول المناقشات كلها حامية الوطيس الكل يقف امام الاخر منتظر يا يا طرى انتو عايزين ايه وانتو نويين على ايه بعد شوية لقينا انه لقى المسألة ابسط من ذلك بعد شوية لانه المسألة ابسط كتير من ذلك بعد شوية لانه ان الامور شديدة المرونة والسلاسة وبالتالي حصل التوافق زي ما بقولك فيه كل البيانات والتوصيات الصادرة من الحوار الوطني من اللحظة الاولى حتى اليوم كلها توافق لا اغلبية ولا ما اغلبياش لا بسيطة ولا كبيرة توافق فبما فيها البيانة الاخيرة المتعلقة بالانتخابات والاستحقاق الدستوري المتعلقة بالانتخابات لرئاسة الجمهورية اذا احنا بنقول ايه بنقول ان في حاجة اسمها وطن واحد الهم واحد كل مننا له الحق ان هو يفكر بطريقته الجسور لم تكن موجودة بالشكل اللي احنا طلبينه لم تكن ممتدة لم تكن متصلة لغة الحوار كانت مختلفة ففي الحوار الوطني اصبحت ابنتكلم لغة واحدة اللي هي ايه احنا هنقدر نعدي بمصر ازاي كلنا عارفين احنا لازين نروح للنقطة دي طب ازاي هنروح بقعوم هنروح بالمركبة هنروح بزوديك لانش سريع زي ما يطلع بس هنلاقي الاول طريقة نبقى كلنا في نفس المركب